كما شدد وزير الخارجية على أن عودة الاستقرار الكامل لمنطقة الشرق الأوسط مرهون أساساً بالتطبيق الكامل والفوري لقرار مجلس الأمن رقم 2735 ووقف الحرب في غزة ولفت وزير الخارجية الأهمية ضبط النفس والهدوء من كافة الأطراف لعدم انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية غير أن عودة الاستقرار الكامل لمنطقة الشرق الأوسط مرهون أساساً وقبل كل شيء بالتطبيق الكامل والفوري لقرار مجلس الأمن رقم 2735 ووقف الحرب العدوانية على قطاع غزة فهي الصراع الأساسي الذي انبثقت عنه كل التوترات التي نشهدها حالياً في المنطقة برمتها وبدون وقف حمام الدم المستمر منذ عام في غزة سنبقى في دائرة المسكنات والهدن المؤقتة التي لا تلبث أن تنهار الشرق الأوسط الآن أمام منعطف خطير وتهديد حقيقي فإما وقف شامل لكل أشكال العدوان والقتال في كل الساحات أو المزيد من الانهيارات وتوسع مضطرد لدائرة الصراع في منطقة لم تعد تحتمل المزيد من الدمار مع تلويح جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن هجوم بري على لبنان كشفت فرنسا عن اقتراح من القلاية المتحدة لإرساء وقف لإطلاق النار لمدة 21 يوماً في لبنان لمنع تطور النزاع الراهن بين إسرائيل وحزب الله إلى حرب شاملة وزير الخارقية الفرنسي جانويل بارو وخلال قلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي حول لبنان قال إن هذا المقترح سيتم الإعلان عنه سريعاً وإن واشنطن وبريس تعولان على قبول الطرفين به الوضع في لبنان اليوم يمكن أن يصل إلى نقطة لاعودة لبنان لن يتمكن من التعافي إذا اندلعت حرب بين إسرائيل وحزب الله علينا بس لكل ما في وسعنا من أجل خفض التصعيد بين إسرائيل وحزب الله نعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية على وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 21 يوماً للسماح بالمفاوضات الخطة الأمريكية الفرنسية لوقف إطلاق النار المؤقت في لبنان ستعلن قريباً جداً أدعو الجانبين إلى قبول وقف إطلاق النار بدون تأخر لبنان وعلى لسان رئيس حكومة تصريف الأعمال ناجيب ميقاتي دعا مجلس الأمن للضغط على إسرائيل من أجل وقف فوري لإطلاق النار على كل الجبهات لبنان اليوم هو ضحية عدوان إلكتروني سيبراني جوي بحري وقد يتحول إلى عدوان بري بل إلى مسرح لحرب إقليمية واسعة وأمل أن أعود إلى بلادي متسلحاً بموقفكم الصريح الداعي لوقف هذا العدوان واحترام سيادة بلدي وسلامته ما نشهده اليوم هو تصعيد غير مصبوك مع اللجوء إلى وسائل وآليات جديدة لسيما إلكترونية لإلحاق الأزى بأبناء شعبي ورغم تصاعد الدعوات للتهديئة أكد أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة خلال الجلسة أن لبنان أصبح على حافة الهاوية لبنان أصبح على حافة الهاوية ويجب أن نشعر جميعاً بالقلق إزاء التصعيد في لبنان نؤيد الجهود الدبلوماسية لوقف إطلاق النار أكثر من 90 ألف شخص نزحوا من جنوب لبنان بسبب الحرب تبادل إطلاق النار بين الجماعات المسلحة والجيش الإسرائيلي هو انتهاء كل قرارات مجلس الأمن لا بد من احترام السيادة اللبنانية وأن تتمتع الدولة بالسيطرة الكثملة على الأسلحة في البلاد لا يمكن أن تتحول لبنان إلى غزة أخرى وخلال الجلسة أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن العجز أمام مواجهة الوحشية في قطاع غزة بما في ذلك عجز مجلس الأمن الذي يجسد الإرادة الدولية هو ما شجع قادة إسرائيل على التصعيد الآن نفهم لماذا رفض الاحتلال الإسرائيلي المقترح تلو المقترح لوقف إطلاق النار في غزة إسرائيل ببساطة لم تكن ترغب في وقف الحرب وإنما في توسيعها معرضة شعوب المنطقة كلها لوضع بالغ الخطورة ومقامرة بحياة الناس ومستقبل السلام الذي ترسخ مع بعض الدول العربية العقود يبدو الوضع الحالي بين حزب الله وإسرائيل وكأنه وصل إلى طريق مسدود ولكن مع المبادرة الفرنسية الأمريكية ربما تكون هناك بارقة أمل لشعوب المنطقة للتهدئة ومنع قر الشرق الأوسط بأكمله لحرب شاملة